يبدو ان القضاء اليمني بدأ يحتضر حينما اصبح بيد عصابات تديره بمنءا عن العدل والدور الفاعل لعمله كقضاء مستقل عن اي حزبية او طائفية اذ يقف القاضي في مناطق سيطرة الانقلاب امام دورات طائفية اجبارية ليستمر في عمله في سلك القضاء جاء ذلك من خلال اتهام محاميين يمنيين ميليشيات الحوثي بتعطيل جميع المحاكم وتركها دون قضاء لانشغالهم بتلك الدورات التي خصصت لها بيوتا سرية لاخفائهم وربط الانقلابيون تسلم نصف الراتب الشهري الذي يصرف للقضاء بحضورهم لهذه الدورات مصادر عاملة في القضاء ذكرت ان قرار الحاق القضاء بدورات طائفية يهدف الى التأكد من مدى اخلاص القضاء والتزامهم بالنهج الطائفي والسلالي في ادارة مناطق الانقلاب كما ان اختيار تخصص القانون او الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء يتطلب الانتماء لسلالة زعيم الحوثيين او من الملتحكين بجبهات القتال مع ضرورة ابراز دور المتقدم في الجبهة ونبذة عن دوره وشهادات تثبت المشاركة بالدورات الطائفية اضافة الى التوقيع على طلب المرشح للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من مدير المديرية التي انتم اليها المتقدم ومدير الامن بمحافظته ومدير المخابرات على ان تتم المصادقة على تلك البيانات والتوقعات من قبل مشرف المحافظة ومن ثم محافظ المحافظة هذا وكان خرجوا كليات القانون في الجامعات اليمنية اشتكوا منذ اسبوعين من عدم افصاح ادارة معهد القضاء عن موعد التسجيل واكدوا ان عملية التسجيل تتم بسرية مطلقة وبهدف استبعاد كل المتقدمين الذين لا ينتمون الى سلالة الميليشيات ولا يقاتلون في صفوفها وكانت سلطة الانقلاب قد استبعدت خلال العامين الماضيين اكثر من مائتي طالب بعد ان اشتازوا جميع مراحل اختبارات القبول بنجاح ورغم لجوء المستبعدين الى المظاهرات والى المحكمة الادارية فانهم فشلوا في الحصول على انصاف